السلام عليكم ورحمة الله أهلا وبرحبا بكم في قناة اكتشف مصر هتكلم عن موضوع جديد بعنوان مدينة الفستات القديمة بعد أن فتح العرب مصر أسس عمر بن العاص مدينة الفستات وكان ذلك عام 641 ميلادية وتقع مدينة الفستات في المكان الفاسية الذي يقع إلى الشمال من حسن بابليون حيث عسكرت هناك قوات العرب للمسلمين وسموا هذا المكان باسم الفستات ومعنى الفستات هو الخيمة وقد أوفق عمر بن العاص في اختيار موقع المدينة الجديدة فمدينة الفستات تقع عند رأس دل تنيل وهذا الموقع له أهميته من الناحية الحربية وكذلك من الناحية العمرانية ويحمل الفستات من جاءة الشرق جبل المقاطم فهذا الجبل هو درع المدينة الواقي ضد العدو وضد فيضان نهر النيل قديما ومن الممكن مع مرور الزمن أن تتسع مدينة الفستات حيث أنها كانت متسعة من الجهة الشمالية الشرقية ولذلك بنى العرب المسلمين فيها مدينة الفستات وبعدها بنوا مدينة العسكر ثم مدينة القطائع في زمن أحمد بن طلون ثم القاهرة التي تعتبر رابع مدينة إسلامية أو عاصمة إسلامية لمصر أقد أسس عمر بن العاص مدينة الفستات القديمة وبنى بها جامع وهو الجامع المسمى باسم الجامع العتيق أو جامع عمر بن العاص أكان هذا الجامع ممثابة أول جامعة في الإسلام حيث أقيمت فيه حلقات التدريس وأقيمت به أيضا حلقات الوعز والإرشاد للسيدات وفي العصر الفاطمي كان هناك وعزة معروفة باسم أم الخير الحجازية التي كانت تقيم حلقات وعز في هذا الجامع وأقد وصلت مدينة الفستات مبلغا كبيرا من التقدم والعمران ومما يؤسف له أنه لم يبقى من مدينة الفستات إلا أطلال حيث حدث أن المدينة احترقت في القرن السادس الهجري خشة أن يستولي عليها الفرنجة وقد اندلعت النار في مدينة الفستات قديما لمدة أربعة وخمسين يوم كانت المدينة قبل ذلك مدينة حضارية حيث كانت بها شوارع مرصوفة وكان بها منازل فسيحة حسنة التحطيط كان بالمدينة القديمة أيضا مرافق صحية وكان بها عدد كبير من الحمامات العامة وكان النيل يقع بالقرب من مدينة الفستات وقد أقام العرب به مقياسا للنيل في جزيرة الرودة ومقياس النيل بالرودة ما زال قائما حتى يومنا هذا منطقة الفستات تعرف حاليا باسم مصر القديمة ويوجد بها بقايا حسن بابليون الذي حاصره العرب المسلمين بقيادة عمر بن العاص واستطاعوا بعد محاصرة الحسن لمدة ثلاث شهور أن يهزموا الرومان ويقبض العرب المسلمين سيطرتهم على حكم مصر واستطاع القائد عمر بن العاص أن يحكم مصر ويؤسس مدينة الفستات كأول عاصمة إسلامية لمصر يوجد أيضا في منطقة مصر القديمة أو مدينة الفستات الكنائس المسيحية مثل كنيسة المعلقة وأبي سيرجا وكنيسة الست بربارة وكنيسة العزراء مريم وكذلك كنيسة ماري جارجس علاوة على وجود جامع عمر بن العاص الذي يسمى بالجامع العتيق ويوجد أيضا بهذه المنطقة المعبد اليهودي المسمى معبد بن عزراء فهذه المنطقة التي هي مصر القديمة أو الفستات تعرف أيضا باسم مجمع الأديان حيث يوجد بها أبنية للديانات السلاسة اليهودية والمسيحية والإسلام وقد أمر إمبراطور الروماني تراجان أمر الإمبراطور الروماني تراجان ببناء حسن بابليون وكان ذلك في القرر الثاني الميلادي شكرا لكم ده اللي أنا كنت عايز أقوله النهاردة أتمنى أن يكون نال أعجابكم وبتنسيش تشتركوا في القناة للي لسه مشتركش وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللايك مهم جدا شكرا لعمل اللايك لأنه بيرفع الفيديو بيتفرج عليه أكبر عدد ممكن شكرا لكم مرة تانية إلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة كان معاكم محمد مصطفى السلام عليكم